جهاز حنين صراع الأفعي البعثية بعد أحداث الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1963 والتي تسببت بحل ميليشيا الحرس القومي وبطرد حزب البعث من السلطة جرت عدة أحداث أخرى ارتبطت بنتائج تشرين فأحمد حسن البكر الذي كان رئيسا للوزراء قبلها عزله عبد السلام عارف من منصبه وكلف طاهر يحيى مكانه كذلك عزل عبد السلام صالح مهدي عماش الذي كان وزيرا للدفاع وحردا التكريت قائد القوة الجوية وشخصيات بعثية عديدة من مناصب وزارية وعسكرية مهمة أما علي صالح السعدي الذي كان مؤسس الحرس القومي فقد تحالف ضده البعثيون مع عارف وجرى عزله من حزب البعث وترد من العراق إلى ألمانيا منذر الوينداوي البعثي لآخر الذي كان قائد الحرس القومي إلى ما قبل أحداث تشرين بإسبوعين فقد هرب من العراق إلى السورية لأنه شارك بقصف القصر الجمهوري بالطائرة أثناء أحداث الحرس القومي فأصدر عبد السلام عارف حكما بالإعدام بحقه وبذلك تفككت قيادات حزب البعث وخسروا موقعهم في السلطة في ذات الوقت ومع أن عارف أعاد لاحقا بعض البعثيين لمراكز متقدمة في السلطة إلا أن عارف لم يعد يثق بقادة البعث كشركاء له كما كان قبل تشرين الثاني ثلاثة وستون فمثلا أعاد عارف البكرة بعد عدة أشهر كنائب لرئيس الجمهورية بصلاحيات محدودة لكن البعثيين اعتبروا الذي جرى بسبب أحداث تشرين نكبة كبيرة لهم فقد كسرت شوكة البعث في الدولة العراقية وفشلوا فشلا مخزيا بسبب صراعهم فيما بينهم وبسبب تقليلهم من قوة عبد السلام عارف ومهارته وذكائه ذلك الخزي الكبير كان انتقاصا وضربة مؤلمة لحزب البعث الذي كان اليد الفاعلة في انقلاب الثامن من شباط فبراير عام ثلاثة وستون ضد عبد الكريم قاسم ما أثار ردة فعل عنيفة بين قادة البعث عام الف وتسعمائة وأربعة وستون تشكل جهاز أمني سمي جهاز حنين ذلك الجهاز كان من أكثر الأجهزة السرية التي شكلها البعثيون طيلة تاريخهم إذ أن غالبية البعثيين لم يكن لديهم أدنى فكرة حول طريقة عمل ذلك الجهاز ولا من أين يستقون معلوماتهم ولا من الذي يعطيهم أوامرهم من خارج الجهاز ولا أين يجتمع أعضاؤه كان المعروف أن رئيس ذلك الجهاز هو صدام حسين الذي ترأس ذلك الجهاز بضغط من ميشيل عفلق أيضا عرف البعثيون بأن صدام ضم معه عدة أشخاص في جهاز حنين أغلبهم من رجال العصابات والشقاوات ومن مجرمين مطلوبين للعدالة لا يترددون في تنفيذ جرائم القتل أو أي جريمة أخرى فمع صدام كان جهاز حنين يضم أيضا كلا من سعدون شاكر وناظم إكزار وستار الكردي وجبار الكردي وسمير الشيخلي وعبد الكريم الشيخلي وفاضل البراك ووهاب الأعور وصباح مرزة وأمثل أولئك المجرمين المعروفين في بغداد بشقاوتهم ودمويتهم بعضهم كان بالفعل جزءا من الحرس القومي بل بعضهم كان مجرما مطلوبا للقضاء العراقي مثل صدام حسين وناظم إكزار قام جهاز حنين منذ بدايته بعمليات اغتيال وتصفية بحق عدة شخصية ومن مختلف الشرائح إذ جرى اغتيال لشيوعيين وقوميين ولقاسميين ونصريين وعارفين وحتى لبعض الشيوخ العشائر والبعثيين المعارضين ولبعض القيادات الكردية ولم يسلم منهم أي شخص عرضهم كأفراد لم يكن لجهاز حنين أي دور سياسي أو إداري ولم تكن له علاقة بمشاركة البعثيين في السلطة حينها بل كانت مهمته الوحيدة هي القمع والقتل والاغتيال صدام أظهر مهارة مدهشة في قيادة وتشغيل مكينة الدم تلك مع أن عمره حين تشكيل الجهاز كان سبعة أو ثمانية وعشرين عاما إذ نجح صدام في تنفيذ اغتيالات عديدة وبصورة دقيقة معكس تنظيما عاليا وتفاهما كبيرا بينه وبين بقية أعضاء جهاز حنين وهي أمور كشفت عن قدرة صدام حسين في السيطرة على تلك الوحوش الكريهة وتحريكهم ببراعة وعن مقدرة عالية في جمع المعلومات وتنظيمها أيضا صدام وبفضل نجاحاته الدامية تلك تمكن من اكتساب سمعة مخيفة له ولأعضاء جهاز حنين بالذات بين أعضاء حزب البعث أنفسهم فبعد عدة أشهر من عمل ذلك الجهاز كان مجرد ترديد اسم صدام بين قادة البعث كفيلا ببث الرعب بينهم لذلك أثبت صدام حسين أن اختيار ميشيل عفلق له رئيسا لذلك الجهاز هو بالفعل اختيار مدروس بعناية عالية جدا فسؤال الذي فرض نفسه ولا يزال سرا كبيرا هو هل أن ميشيل عفلق لحاله رأى في صدام تلك القدرة أم أن جهة معينة وجهت عفلقا لاختيار صدام رئيسا لجهاز أرعب البعثيين منذ 1964 ومن هي تلك الجهة؟ ولليوم لا يعرف أحد لماذا تم تصفية شخصيات بعثية وقومية معارضة بعينها وتركت شخصيات أخرى في أيلول سبتمبر عام 1964 فحت رائحة الدم الذي سفكه جهاز حنين فجرى اعتقال عدة بعثيين بسبب ذلك لكن أغلب من جرى اعتقالهم لم تكن لهم سلة بذلك الجهاز تلك كانت مجرد حركة قام بها عارف في محاولة لضبط سلوك البعثيين مرة أخرى ولكنه علم لاحقا بأن أغلب البعثيين لا يعرفون أين هي مقرات جهاز حنين ويجهلون كثيرا عنه وذلك أضاف سمعة مرعبة أخرى لذلك الشبح الدموي هناك باحثون وسياسيون عاصروا تلك الفترة ممن ذكروا أن أعضاء جهاز حنين هم الذين دبروا لحادث مقتل عبد السلام عارف وذلك في نيسان أبريل عام 1966 إذ أن عبد السلام عارف كان يستقل طائرة هليكوبتر في أجواء البصرة يوم الثالث عشر من نيسان عام 1966 مع طائرة هليكوبتر أخرى واحدة على الأقل لكن طائرة عبد السلام عارف انفجرت في الجو لوحدها ما أدى لمقتل عارف فورا حينها حصل جدل حول ملابسات ذلك الحادث وتزامن مع جدل آخر حول من سيخلف عبد السلام عارف وفي تلك الفوضى تم تفسير حادث الهليكوبتر بسبب عطل في القائرة وأغلق الملف بسرعة لكن البعثيين تناقلوا إشاعة بأن أحد أعضاء جهاز حنين وهو وهاب الأعوار شهد متنكرا بزي صاحب مقهى وكان يتسكع بالقرب من موقع طائرة عارف قبل إقلاعها الأخير بعد تصاعد تلك الإشاعات تم اغتيال الأعوار لاحقا بدأ جهاز حنين بعد مقتل عبد السلام بتقليص نشاطه كثيرا لأن عبد الرحمن عارف شقيق عبد السلام أصبح رئيسا للجمهورية حينها عبد الرحمن عارف مع أنه أيضا كان ضابطا إلا أنه كان رئيسا هادئا جدا وميالا إلى التصالح مع الجميع فتمكن البعثيون من التقاط أنفاسهم والتحرك بكامل الحرية ولم يجد البعثيون ضرورة في استمرار جهاز حنين بنشاطه السابع عشر من تموز عام 1968 انقلب البعثيون على عبد الرحمن عارف وكان الانقلاب بمساعدة كبيرة من كل من عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود النايف الذي كان مدير الاستخبارات العسكرية في عهد عبد الرحمن عارف أصبح رئيسا للحكومة العراقية وكان أيضا يحمل سمعة مخيفة بين البعثيين لكن بعد أسبوعين في الثلاثين من تموز من نفس العام انقلب البعثيون مرة أخرى على عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود وجرى نفيهما إلى خارج العراق جهاز حنين الذي كان يبدو خاملا حينها عود الظهور كلجنة خاصة بحزب البعث سميت بلجنة التحقيقات وانبثق عنها جهاز أمني مرعب بقيادة ناظم كزار صدام حسين هو الذي وضع ناظم كزار على رأس جهاز الأمن ذاك الذي أسموه جهاز الأمن العام عاود كزار ممارسة فنون التعذيب والإعدام الفوري إذ أجرى ناظم كزار وخلال سنوات قليلة عدة تطورات في جهاز الأمن العام لكن تعطشه للدم كان يحرج أحمد حسن البكر وعدة قيادات بعثية أخرى من ضمنهم سعدون غيدان وزير الداخلية نفسه بعد إعدام ناظم كزار عام ثلاثة وسبعون تسلم فاضل البراك مهمة مدير الأمن العام وطوره كثيرا لكنه البراك أيضا بقي يعمل بنفس طريقة عمل جهاز حنين وبتوجيه من صدام حسين فكأن صدام بسبب نجاحه في إدارة جهاز حنين في الستينات تمسك بأسلوب ذلك الجهاز وفرضه على العراق كله منذ عام ثمانية وستون بعض المصادر تشير أيضا بأن جهاز حنين هو نواة تأسيس جهاز المخابرات العراقي لما كان لذلك الجهاز من كفاءة عالية في جمع المعلومات وتحديد مصادرها الغريب أن أغلب أعضاء جهاز حنين أعدموا أو تم اغتيالهم فلم ينجوا منهم إلا قلة قليلة إذن جهاز حنين الجهاز البعثي السري المرعب الذي لم يعرف عنه البعثيون تفاصيلا كاملة والذي ترأسه صدام حسين عام الف وتسعمائة وأربعة وستون انتقم به البعثيون من بعضهم البعض ومن معارضهم وأسسوا منه جهاز الأمن العام وجهاز المخابرات ثم جرت تصفية أغلب أعضائه فهل يعقل أن جهازا خطيرا مثل جهاز حنين تشكل بوحي من أفكار ميشيل عفلق لوحده أم كان لجهة معينة دور في رسم مستقبل العراق بأداة اسمها جهاز حنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر